رئيس الأوكراني ما زال يكرر ويستنجد بالغرب وأنه هو بحتاج إلى قذائف مدفعية ومحتاج إلى أسلحة حيث كشف الرئيس الأوكراني فلوديميرز لينسكي لشبكة CNN الأمريكية أن قذائف المدفعية نفذت من عشرة ألوية في الجبهة الشرقية للحرب مشيراً لأوكرانيا مشيراً إلى أن نصف الألوية في الجبهة الشرقية غير مجهزة بالأسلحة وقال أن الوضع في الجبهة الشرقية صعب جداً مشيراً إلى أن بلادي تتكبت خسائر فادحة بسبب تأخر الأسلحة من الغرب حذر الرئيس الأوكراني أن مساعدات العسكرية من أوروبا وأمريكا تصل بمطء شديد جداً وكان الأحد أمس شهد تصعيداً على الجبهات الروسية الأوكرانية فيما يحاول الجيش الروسي بايست السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية بالاستعانة بالنسبة لطبعاً بقوات من كييف لصد الدب الروسي والسعي للدعم العسكري الغربي في آخر التطورات الميدانية كان هناك شخصين قتل في هجوم ساروخي على مدينة أودس الساحلية وتبادلت موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيرة وزارة الدفاع الروسية قالت أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل مستهدفة سبعة مناطق روسية على الجانب الآخر يعني زيلانيسكي بيطلب دعم وأسلحة وبوتن بيأمر بزيازة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 15 مليون عفواً إلى 1.5 مليون جندي فيه بقى موضوع الجندي كان حاجة غريبة جدا أثناء كان جندي روسي نجا من كنبيلة أسقطتها وموسى يرى أوكرانية وأثناء ما هو كان فيه قيلولة كده في منطقة الحرب وبعدين بعد كده عادي أكمل يعني تلقاها بإيد وكده ورح رميها ورح أكمل نومي عادي جدا قبل انفجارها ورجع نام تاني يعني بصراحة كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لخطة ترامب الرئيس الأمريكي طبعا وعد أكتر من مرة بأنه سينهي هذه الحرب بمكالمة هاتفية أو أنه قادر على إنهاء هذه الحرب وكشف عن إنه هيكون فيه الخطة بتاعته بتشمل إنه يكون فيه منطقة منزوعة السلاح ضمن طبعا الأراضي الأوكرانية اللي بتحتلها القوات الروسية وكان برضو شدد على إنه المنطقة دي هتكون محصنة بشدة حتى لا يخذوها الروس مرة أخرى وإنه محددش برضو مين اللي هيسيطر على المنطقة دي وقال إنه خط الترسيم الحالي سيبقى على حالي أضاف أن جزء من خطة السلام يقضي بمحافظة كييف على استقلالها مقابل الحياد ما يعني أنها لن تنضم إلى حلف الشمال الأطلسي أو غيره من التحالفات الخطة دي نهج معارض الحياة بشكل جزري لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية حيث طبعا وقف الرئيس الديمقراطي إلى جانب كييف وقدم لها المساعدات العسكرية